بيبدأ الفيلم بانفجار مبنى الطاقة النووية اللي موجود في الصين وساعتها بيكون الملازم دواي بيجهز علشان يروح الشغل بتاعه وبيسمع الأخبار وبيعرف إن فيه 27 عامل اتصابه وتمانية ماتوا بسبب الانفجار اللي حصل وفي نفس الوقت ده بيكون الهاكر نيكولاس اللي محبوس في السجن من سجون أمريكا قاعد في زنزانته وبيقرأ كتاب وبيدخل عليها الحرس وبيبلغوه إنهم هيفتشوا الزنزانة فبيقوم وبيمدي لهم إيده عشان يلبيسوا كلابشات ولما بيشوف الحراس وهم بيرموا كتبه على الأرض بيتدايق وبيكون عاوز يتخنق معاهم لكن الحراس بيقيدوا حركته وبينيموا على الأرض وبعدها مأمور السجن بيستدعي نيكولاس وبيوري له جهاز وبيعرفوا إنهم لقوا في زنزانته وإن فيه فلوس تحطت في حساب أصحابه المديونين وبيسألوا لو كان هو اللي هكر سيستم البنك وزود الفلوس دي لصحابه بالجهاز اللي هم لقوه لكن نيكولاس بيرد عليه باستهزاء وبيعرفوا إنه كان مخبي الجهاز علشان يكلم بيه بابا نويل في عدرس السنة وساعته كان دوي قاعد في اجتماع مع الحكومة الصينية وبيعرفهم إن سيستم تبريد المفاعل النووي الصيني اتهكر وده نفس اللي حصل في مبنى المفاعل النووي اللي في أمريكا اللي انفجر في نفس وقت انفجر مبنى الصين ولما بيطلبوا منه إنهم يدخلوا المبنى بيعرفهم إن نظام الحماية تهكر مع السيستم ومش هينفع يدخلوا المكان لإن درجة الحرارة فيه عالية جدا وبيكون دوي مستغرب لإن الهاكر ما طلبش من الحكومة فلوس ولا سومهم على أي حاجة مقابل إنه يرجع السيستم لكن فجر المبنى بدون سابق انذار وفي الوقت ده بتكون الشرطية الأمريكية كارول قعدة مع العقيد ستانلي وبيسألها عن دوي وبتعرفوا كارول إن جده كان قائد عسكري في الجيش وحارب في الحرب الأهلية اللي كانت في اليابان وإن ليه أخت اسمها ليان شغل مهندسة اتصالات وهنا بنعرف إن ستانلي بيجمع كل المعلومات دي عن دوي لإن الحكومة الأمريكية قررت إنها تتعاون مع الحكومة الصينية علشان يقبضوا على الهاكر ودوي هو اللي هيكون مسؤول عن القضية مع كارول وبعدها بيروح دوي يقابل أخته وليان لإنها كانت بتشتغل مهندسة شبكات وبيتكلم معها وبيعرفها إنه محتاج مهندس شبكات يكون بيسق فيه علشان يساعدوا في مهمة القبض على الهاكر وطلب منها تروح معاه وتساعدوا في المهمة بتاعته وبعد فترة في شخص بيهكر سيستم البورسة العالمية وبيلعب في أسهم فولي الصوية اللي بيستخدموها كعلف للبقر وبيزود سعرها بشكل جنوني وده بيعمل مشكلة في السوق وبيعلل أسهم بتاعتها جدا وبيسبب أزمة عالمية وساعتها بيكون دوي ووصل أمريكا وبيقابل كارول وبيحضروا اجتماع وبيعرفوا أن الشخص اللي هكر السيستم بيستخدم أحدث أنظمة الهاكنج واستغل صغرة موجودة في برنامج جرات ودخل على سيستم البورسة والحكومة الأمريكية استخدمت سيستم متطور اسمه القبعة السوداء علشان يوصلوا لمكان الهاكر لكن فشلوا وبعدها بيدخل دوي لستانلي وبيرد عليه يسمح لنيكولاس بأنه يخرج من السجن علشان هو الوحيد اللي هيعرف يساعدهم ويهكر السيستم بتاع الهاكر ويعرف يوصل لمكانه وبعد فترة كارل بتكتشف أن نيكولاس تسجن لأنه هكر سيستم أربع بنوك رئيسية ويقدر يخسرهم 46 مليون دولار وبتعرف كمان أنه صديق لدوي من أيام الجامعة لأنهم كانوا بيدرسوا مع بعض وتاني يوم بيروح شخص من الحكومة الأمريكية لنيكولاس وبيرد عليه يساعدهم في الأبد على الهاكر مقابل أنه ياخد إفراج من السجن لمدة أسبوعين لكن نيكولاس بيرفد وبيعرفهم أنه مش هيوافق يساعدهم غير لما يقللوا مدة السجن بتاعته وساعتها الحكومة بتضطر أنها توافق على عرض نيكولاس وبيخرجوا من السجن وبيكون دوي وكارل مستنينه وبياخدوه ويروحوا على المطار علشان يسفروا على المكان اللي هيبدأوا شغل منه وبيقعد نيكولاس ودوي في الطيارة يشتغلوا على اللابتوب بتاع الحكومة وبتتدايق كارل وبتتكلم مع دوي وبتعرفوا أنهم كانوا متفقين أن نيكولاس يشتغل على اللاب بتاعه وبيفهمها دوي أنه هيتحمل مسئولية أي حاجة بتحسن ولما بيوصلوا للمكان اللي هيشتغلوا فيه بيفحص نيكولاس غرفة شبكات نظام الحماية علشان يتأكد أنه ما فيهاش أي فيروس لكن لما بيقعد على الكمبيوتر بيلاحظ أن السيستم متهكر وبيسأل أتورني المسؤول عن السيستم مين بيدخل الأوضة غيره وبيعرفوا أتورني أن فيه واحد كان شغال معاه اسمه لوزانو كان بيدخل الأوضة لكن خد أجازة من أسبوعين علشان أمه ماتت وبعدها بيقعد نيكولاس على الكمبيوتر وبيقرأ الشفارات اللي الهاكر بعتها وبيحاول يفكها لكن مش بيحرف وبيدخل عليه أتورني وبيوري له صورة لوزانو وبيلاحظوا أنه رسم وشم وبعدها نيكولاس واللي معاه بيرجعوا كاميرات المرأبة علشان يجيبوا شكل الوشم كامل وساعتها كارل بتتصل بستانلي وبتديله مواصفات لوزانو وبتعرفوا أنه كان مزور البطاقة بتاعته وأنه شغال حسابه واحد اسمه لوس وبيبعت لها ستانلي صور أشخاص علشان تتعرف عليهم وبيكون لوزانو واحد منهم وبيعرفها أنه تسجن سنتين قبل كده في تهم التزوير وساعتها بيعرض عليهم نيكولاس أنهم يهجموا على لوزانو في بيته علشان يمسكوه قبل ما يحاول يهرب منهم وتاني يوم نيكولاس وليان بيروحوا بيت لوزانو والحرس اللي مع نيكولاس بيعرفوا أنهم مركبين له إسورة في رجله علشان يرقبوا تحركاته ويضمنوا أنه مش هيهرب ولما نيكولاس وليان بيدخلوا بيت لوزانو بيتفجأوا أنه مقتول وساعتها بيعودوا على الأجهزة بتاعته وبيلاحظوا أنه عنده جهاز لسلكي وأنه في رسائل مستمرة دايماً بتيجي عليه لكن البيانات كانت متشفرة وفي نفس الوقت ده بتكون كارل ودوي قاعدين مع جاري مسؤول البورصة وبيطلبوا منه يسلمهم نسخة من السجلات بتاعت البورصة للمباحث الفدرالية لكن بيرفضوا وبيعرفهم أنه دي أسرار عملة ورجال أعمال كبار وساعتها كارل بتفاهمه أنه لو ما سلمش بيانات العملة هيتحول للتحقيق بشكل رسمي بتهمت أنه بيساعد الهاكر وبيخفي عنهم بيانات مهمة وبعدها نيكولاس وليان بيروحوا مطعم علشان يكلوا وبيكونوا مستنيين شخص اسمه ريس علشان يرقبوه لأنهم عرفوا من على كمبيوتر لوزانو أن ده الشخص اللي هيوصلهم لمكان الهاكر الرئيسي لكن بيفضلوا قاعدين كتير وريس مش بيجي وساعتها نيكولاس بيشك أن في حاجة بتحصل وبيدخل غرفة كاميرات المرأبة وبيلاحظ أن كاميرا كانت متسبتة على طرابزتهم هما بس فبيدخل على السيستم وبيهكروا وبيبعت رسالة للهاكر وفجأة في ناس بتدخل المطعم وبيهجموا عليه وبيتدور بينهم معركة شارسة لكن نيكولاس بيقدر يتغلب عليهم وبياخد ليان وبيهرب وفي الوقت ده كارل ودوي كانوا بيتابعوا سيستم البورصة وبيلاحظوا أن فيه تلات حسابات لأشخاص مختلفة بيبيعوا في نفس الوقت بأسعار عالية جدا ويعتبر هما التلاتة الوحيدين اللي كسبوا أرباح بالملايين بسبب اللعب في سوق البورصة وفهم أنه ليهم علاقة بالهاكر وكانوا التلاتة موجودين في مدينة هونغ كونغ وساعتها بتقرر كارل واللي معاها أنهم يسفروا الصين ولما بيوصلوا بيروحوا المبنى المفاعل النووي وبيستقبلهم بول من الفريق التقني للشبكات الوطنية وبيبلغهم أنهم بيحاولوا يشغلوا سيستم المبرد وأن ما فيش حد يطلع أي بيان يثبت أن العملية دي إرهابية وبيفهمهم أن جهاز برمجة بي أل سي اللي مسؤول عن تبريد المفاعل النووي هو اللي تهاجم من الهاكر وكان السبب أن المفاعل ينفجر لكن الجهاز ده في ميزة أنه بيحتفظ بالزاكرة بتاعته حتى لو باز بس هم مش عارفين يرجعوا الزاكرة لأن الجهاز لسه موجود جوه المبنى اللي درجة حررته عالية ومحدش عارف يدخل عشان يجيبه ومع الوقت بيوصل نيكولاس واللي معاه للمكان اللي هيشتغلوا فيه وبيشوف نيكولاس صور جوني ويان وسامويل أصحاب الأكاونتات اللي باعت الأسهم في وقت واحد وبيعرف أنهم سمسرة مش أكتر وساعتها بيقرر نيكولاس أنه مش هيرائب تحركاتهم لكن هيرائب تحركات الفلوس بس اليان بتعرفه أن الفلوس لسه موجودة في البنك وبيقدر نيكولاس أنه يحدد مكان الهاكر الرئيسي على الخريطة عن طريق الرسائل اللي كانت بينه وبين السمسرة وبيعرف أنه في مدينة اسمها يوماتاي وبعدها بيروحوا العربية المرأبة لأنهم بيرأبوا شخص كانوا شكين أنه هو الهاكر والشخص ده اسمه إلياس كسار لبناني وحرب في الحرب الأهلية وبعدها اختفى وبعدها ظهر تاني في التسعينات في كولومبيا وحاليا مؤجر بيت قاعد فيه في مدينة شيكو لكن ما فيش حد بيزوره وبعد فترة نيكولاس واللي معاه بيروحوا للمكان اللي السمسرة بيستقبلوا فيه رسائل إلياس وبيكونوا مفكرين أنهم هيكونوا موجودين هناك لكن مش بيلقوهم وبيكتشفوا أن فيه جهاز تردد موجود في المكان ده ولما بياخدوا الجهاز وبيفحصوه بيعرفوا أن إلياس بيبعت الرسائل على الجهاز ده والسمسرة لما بيعودوا قريب من الجهاز بيلقطوا الرسائل على تليفوناتهم وبعدها بيمسحوها وده معناه أن السمسرة دول عمرهم ما شافوا إلياس ولا يعرفوا عنه أي بيانات وتاني يوم بيكون إلياس قاعد في بيته ورجال الشرطة بيترقبوا وفي نفس الوقت ده بيظهر على أجهزة الشرطة أن الهاكر بيحول الفلوس من البنك لكازنه في مدينة ماكاو وساعتها دوي واللي معاه بيقرروا يقبضوا على إلياس وبيركب نيكولاس ودوي الطيارة مع رجال الشرطة وبتكلمهم كارول وبتعرفوا منها مش عارفة توصل لرجال المرقبة اللي بيرقبوا إلياس ولما دوي واللي معاه بيوصلوا هناك بيكتشفوا أن رجال الشرطة مقتلين فبيروحوا بسرعة على بيت إلياس وبيلاقوا فاضي لكن بيلحظوا أن في باب موجود في البيت وموجود في نفق تحت الأرض ولما رجال الشرطة بتنزل النفق العصابة بتضرب عليهم نار وبيتدور بينهم معركة شارسة وبينجح إلياس أنه يقتل واحد من رجال الشرطة وساعتها كان نيكولاس واللي معاه بيروحوا من النحة التانية وبيضربوا نار على العصابة وبتقوم حرب عنيفة بينهم ووقتها إلياس بيفجر النفق اللي فيه رجال الشرطة وبيضرب الزابط ترانج بالنار وبياخد نيكولاس المسدس بتاع ترانج وبيضرب نار على العصابة وبعدها بيجروا بسرعة علشان يقبضوا على إلياس لكن بيكتشفوا أنه ركب على المركب وهرب عن طريق البحر وساعتها بيروح إلياس عند السفينة اللي فارق جلته وبيديهم شنط الفلوس وبيمشي وبعد فترة نيكولاس واللي معاه بيستعدوا لدخول مبنى المفاعل النووي علشان يجيبوا جهاز البرمجة والدكتورة بتفاهمهم أن ما ينفعش يعودوا في المبنى أكتر من 8 دقايق لأنهم مش هيقدروا يستحملوا درجة حرارة المكان أكتر من كده ولما بيدخل نيكولاس واللي معاه المبنى في واحد من اللي معاهم اسمه وانج بيتعب وبيفقد الوعي ووقتها بيحاول نيكولاس أنه يكسر باب لوحة الأجهزة بسرعة علشان يطلع منها الجهاز وبينجح نيكولاس في ده وبياخد الجهاز وبيخرج وبعدها بيحاول نيكولاس واللي معاه يخرجوا البيانات اللي على الجهاز لكن مش بيعرفوا لأنهم بيلقوا فيه فيروسات خبيسة وساعتها نيكولاس بيكلموا عن نفسه وبيفاهموا أنه قبل ما يدخل السجن لما كان بيهكر أي حاجة كان بيمسح وراء كل البيانات علشان ما حدش يعرف يوصله لكن لما جيه يتحاكم في المحكمة يتفاجئ أن الحكومة مرجع كل البيانات اللي هو كان مسحة فبتعرفوا كارول أن الأمن الوطني الأمريكي عنده سيستم اسمه الأرمالة السوداء بيرجع كل البيانات اللي اتمسحت وبتتسل كارول بستانلي وبتطلب منه يدخلهم على سيستم الأرمالة السوداء لكن استانلي بيرفض وساعتها بيقرر نيكولاس أنه يهكر سيستم الأرمالة السوداء وبيطلب منهم يخرجه ويسيبوه علشان يعرف يشتغل وفي نفس الوقت بيكون فيه واحد من العصابة مستنيهم تحت ومع سورة دواي ولما الشخص ده بيعرف شكل عربي دواي بيحط فيها قنبلة وبعدها نيكولاس بيروح لهم وبيبلغهم أنه عرف يهكر السيستم ويجيب عنوان الشبكة بتاعة الهاكر وبيعرفهم أنه موجود في مدينة جاكارتا اللي في اندونيسيا وده معناه أنهم لازم يسافروا جاكارتا علشان يقبضوا على الهاكر لكن كارول بتفهموا أنهم مش هيعرفوا يدخلوا اندونيسيا من غير ما ياخدوا موافقة من الأمن الوطني وبعدها دواي بيروح مركز الشرطة الحكومة الأمريكية عرفت أنه دخل على السيستم بتاعهم وهيرجعوه السجن تاني وساعتها دواي بيبعت رسالة لأخته ليان وبيعرفها اللي حصل علشان تساعد نيكولاس أنه يهرب وفي نفس الوقت ده في مكالمة بتيجي الكارول من استانلي وبيؤمرها تقبض على نيكولاس ولما كارول بتروح لنيكولاس الأوضة مش بيتلاقيه ولما بتطلب من الحارس يحدد لها مكان نيكولاس على الخريطة بيكتشفوا أنه غير في اللوكيشن لكن بيعرفوا يشغلوا تاني وبيحددوا مكانه وساعتها بيروح دواي للمكان اللي نيكولاس وليان مستخبين فيه وبيقول لي نيكولاس أنه لازم يهرب قبل ما الحكومة الأمريكية تقبض عليه وبتطلب ليان من نيكولاس أنه ياخدها معاه لأنها بتحبه لكن نيكولاس بيرفض لأنه خايف عليها ووقتها ليان بتفتكر أن أخوها هو اللي طلب من نيكولاس يسيبها ويمشي علشان يفرقهم عن بعض وبتتدايق جدا وبتسيبهم وبتمشي وبعدها بيروح نيكولاس ودواي في طريقهم للمحطة المترو علشان نيكولاس يهرب وبيلاحظوا أن ليان قاعدة مستنياهم في الشارع وبتركب ليان معهم العربية وبتطلب من نيكولاس ما يسيبهاش ويمشي لكن دواي بيطلب منها ترجع للبيت وساعتها بتدايق ليان جدا وبتنزل من العربية وهي بتعيط وبينزل وراها نيكولاس وبيعرفها أن أخوها مالوش زنب في اللي حصل وبيطلب منها ما تزعلش منه وفجأة العربية بتنفجر وبيحصل انفجار رهيب وبيموت دواي بسبب الانفجار وساعتها بيظهر إلياس واللي معاه وبيضربوا نار عليهم لكن نيكولاس بيمسك ليان وبيستخبى في الشارع وفي نفس الوقت ده بتوصل كارل واللي معاه وبيضربوا نار على العصابة وبيحاولوا يقتلوهم لكن العصابة كان عددها كبير وبيقدروا يقتلوا كارل واللي معاه وساعتها نيكولاس وليان بيهربوا وبيدخلوا محطة المترو وبيجري وراهم إلياس واللي معاه لكن مش بيلحاوا يمسكوهم وبيركبوا الاتنين المترو اللي اتحرك وبيقدروا يهربوا منهم وساعتها نيكولاس وليان بيقرروا انهم يفضلوا هربانين لحد ما يقبضوا على العصابة وبيروحوا الشخص يفك لهم الإسورة اللي فرج لنيكولاس وبياخدها وبيرميها في سفينة في المينة علشان الحكومة ما تقدرش تعرف مكانه وبعدها نيكولاس وليان بيركبوا الطيارة بجوازات سفر مزورة وبيروح على اندونيسيا علشان يدوروا على الهاكر الأساسي ولما بيوصلوا هناك بيروحوا مكان تبع الهاكر وبيدخل نيكولاس وبيلاحظ انهم بيستخدموا مضخات مية شبه اللي موجودة في المفاعل بتاع الصين ووقتها بيكتشفوا ان الهاكر هدفه الأساسي انه يغرأ المناجم وده معناه ان سعر المعادن هيغلى جدا وهيعرف يبيع المناجم بتاعته بأسعار عالية وبعدها نيكولاس وليان بيروحوا البيت وبيعودوا يشتغلوا وبيقدروا يعرفوا البنك اللي موجود فيه الفلوس وتاني يوم ليان بتجهز علشان تروح البنك اللي فيه الفلوس وبتاخد معها ورق وبتحط عليه قهوة وبعدين بتروح البنك وبتطلب من الموظف يطبع لها ورق غيره وبتديله الفلاشة اللي هيطبع من عليها الورق ولما الموظف بيحط الفلاشة عنده في الجهاز سيستم البنك بيفتح على جهاز نيكولاس وبينقل كل الفلوس اللي في حساب إلياس لحساب تاني وبعدها بتيجي مكلمة لنيكولاس ولما بيرد بيكتشف إنه إلياس وبيسأله هو عاوز إيه مقابل إنه يرجع الفلوس وبيعرفوا نيكولاس إنه مش هيرجع الفلوس غير لما يعرف مين الهاكر الأساسي ويتكلم معاه وساعتها الهاكر بيتكلم مع نيكولاس وبيعرض عليه يساعده فإنه مايرجعش للسجن مقابل إنه يرجع الفلوس لكن نيكولاس بيطلب منه 20% من الفلوس ويقابله وبيوافق الهاكر وبعد فترة بيستعد نيكولاس علشان يقابل الهاكر وبيخبي أسلحة ومعدات في جسمه علشان يكون مستعد لأي حاجة هتحصل ولما بيجي معاد المقابلة ليان بتقف ترائب المكان اللي هيتقابله فيه وبتتكلم مع نيكولاس وبتعرفه إن الهاكر معارج جلته ومش موجود لوحده وساعتها نيكولاس بيكلم الهاكر في التليفون وبيعرفه إن مكان المقابلة تغير وبقى في ميدان بابوة وبعدها إلياس واللي معاه بيروحوا على الميدان وبيدوروا على نيكولاس علشان يقتلوه وفي نفس الوقت بيكون نيكولاس ماشي وراء إلياس وبيطلع سكينة علشان يقتله بس إلياس بيشوفه وبيصوب عليه المسدس وبيؤمره يرفع إيده علشان يفتشه لكن نيكولاس بيخدعه وبيطلع سكينة من معاه بسرعة وبيطعنها فراسه وبيقتله وبياخد منه المسدس وبيصوبه على الهاكر لكن الهاكر بيكون عامل حسابه وبيؤمر رجالته تضرب نر على نيكولاس وبيدخل نيكولاس في قتال معاهم وبيتدور بينهم معركة شارسة لحد ما الهاكر بيجي من وراء نيكولاس وبيطعنه بالسكينة لكن نيكولاس بينجح في أنه يطلع سكينة من معاه وبيطعن بيها الهاكر كذا طعنه وبيقتله وبعدها بيهرب نيكولاس وليان وبيروحوا على المطار وبيسحب نيكولاس فلوس من الحساب اللي هو نقل لي فلوس الهاكر وبعدها بيسفروا على بلد يقدروا يعيشوا فيها بالفلوس اللي معاهم في أمان بعد ما قدروا يخلصوا من الهاكر ورجلتو وانتعفل منا ويرب يكون عجبكم واللي حابب يتابعنا ويشوف بيت الأفلام يشترك ويفعل الجرس وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن اشترك ويسيب الباقي علينا